ما لا يقل عن عشرين صحفياً في اليمن مخفي منذ العام 2015 مع اندلاع الأزمة والحرب التي تفجرت من قلاب الحوثيين على السلطة حالة الاختفاء القسري للصحفيين قالت منظمة مرسلون بلا حدود في بيان لها إن ناقص خطر وإدانة سياسية تمس مهنة الصحافة وتبعت على القلب كشفت المنظمة عن اختطاف صحفيين اثنين خلال الأسابيع الماضية من طرف مسلحين في صنعاء وعدن وهو ما يرفع عدد المختفين إلى عشرين صحفياً مشيرة إلى أن غالبية من تم اختطافهم على يد قوات حكومية وغير حكومية ولا تملك عائلات معظمهم أي تمعلومات عن مكان احتيازهم ولا عن مصيرهم يتعامل الحوثيون وقوات التحالف بحسب مرسلون بلا حدود باستخفاف واضح مع قانون حماية الصحفيين ويتعرض الصحفيون للاستهداف وترتكب مختلف الأطراف انتهاكات في حقهم أوردت المنظمة قصصاً لصحفيين اختطفوا في صنعاء وعدن في إشارة إلى تشابه أوضاعهم والخطر المحدق بهم في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي وفي تلك الخاضعة للميليشيات المدعومة من الإمارات في المناطق الجنوبية مع انقلاب ميليشي الحوثي توزع الصحفيون في صنعاء بين معتقلين وقتل ومنفيين خارجها ومن بقي فيها اضطر لتغيير عمله اليوم ومع انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية في عدن يتكرر ذات السيناريو على الصحفيين ليجد الذين هربوا بالأمس من صنعاء إلى عدن أنفسهم أمام مصير مجهول مع كل يوم يمر تتمدد فيه الميليشي على الأراضي اليمنية تستاء أوضاع الصحفيين وبيئة العمل الصحفي وتتذيل اليمن قوائم الترتيب الدولية لحرية الصحافة قالت منظمة مرسل بلا حجود في آخر لائحة لها إن اليمن تحتل المرتبة 168 من أصل 180 بلدا